طيب بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلاب الصف التاسع اليوم رح نبلش في الوحدة الثامنة اللي هي واحدة الهندسة ورح نبلش في موضوع اللي هو التشابه وتشابه المثلثات بداية نحكي عن موضوع التشابه ولك يتشابه شكلان إذا كان لهما الهيئة نفسها وأن اختلفا في الحجم أما في المضلعات فيتشابه مضلعان يتشابه مضلعان إذا كان لهما نفس العدد من الأضلاع وزواياهما المتناظرة مدساوية القياس وأطوال أضلاعهما متناسبة برسبة ثابتة ويرمز للتشابه بالرمز اللي هي زي الرمز تبع المدة تبع الألف الممدود تبع الألف طيب هذا هو اللي هو الرمز اللي معناها التشابه إذا بدي أنا أرمز لشكلين أو مضلعين متشابهين بستخدم هذه الإشارة بناتهم طيب أقول لك في الشكلين المجاورين كل ضلع في الشكل الأول يناظره الضلع في الشكل الثاني كيف يعني يناظره إذا أنت بتتلاحظ مثلا هذا الضلع هذا الضلع بيناظر هذا الضلع بيناظر هذا الضلع وهذا الضلع يناظر هذا الضلع هذا الضلع يناظر هذا الضلع هذا الضلع يناظر هذا الضلع يعني يقع في نفس الجهة أو يقع في نفس التجاه أي جانات المناظرة القاعدة الأولى يتشابه المضلعان إذا كان لهم نفس عدد الأضلع عشان أحكي أنه في عندي تشابه بين مضلعين لازم يكون عدد الأضلع متساوي بنفعش أجيب شكل خماسي وشكل رباعي وأقول لك أنا في تشابه لازم يكون نفس عدد الأضلع أربعة بأربعة وكانت قياسات الزوايا المتناظرة متساوية يعني بحط الشكلين زي هذور الشكلين اللي عندي هون زي هذور الشكلين اللي عندي هون هذور الشكلين هذور الشكلين عندي الزوايا المتناظرة تكون مثلاً عندك الزاوية هاي تناظر الزاوية هاي والزاوية هاي تناظر الزاوية هاي والزاوية هاي تناظر الزاوية هاي والزاوية هاي تناظر الزاوية هاي هاي بسموها الزوايا المتناظرة ويقصد بالتناسب آه وتكون أطوال وتكون أطوال أضلع متناسبة الأضلع المتناظرة في الشكلين بتكون متناسبة ما يعني المقصود بانه تكون متناسبة المقصود بالتناسب انه نسبة اي ضلع في المضلع الاول الى نظيره في المضلع الثانية نسبة ثابتة تسمى النسبة مقياس الرسم او معامل التشابه مقياس الرسم او معامل التشابه طبعا هذا يعني راح الاختبت بالتفصيل هسه وراح يكون واضح ان شاء الله اه يعني لو فرض انه هذا مثلان المضلع اه عندي هون اه اه نحكي هاد مثلا واحد سانتي واحد سانتي اهاذ مثلا اربع سانتي هذا مثلا فنحكي خلي هذا اثنين سانتي وهذا واحد سانتي وهذا خلي برضو اربعة سانتي اذا انا اذا هذا كان مثلا نحكي هذه الثلاثة وخلي هذا اربعة اذا اربعة طيب فتبري شوي الشاشة فلو حكينا انه هاد كان هذا اثنين هذا اثنين سانتي وهذا اربعة سانتي وهذا اربعة سانتي تمام وهذا واحد سانتي على الشكل الثاني على الشكل الثاني استخدام قياسات اخرى مثلا احكي لك انه هاد اربعة سانتي تمام وهذا خلي نحكي ثمانية سانتي وهذا اثنين سانتي وهذا ثمانية سانتي مثلا حسنا انت عشان تعرف عشان تعرف موضوع التناسب انه الاطلاع المتناظرة متناسبة اه حسنا هذا الضلع طوله اربعة هذا الضلع اللي طوله اربعة يناظره الضلع اللي طوله اثنين طيب قسم اربعة على اثنين قسم اربعة على اثنين قسم اربعة على اثنين يساوي اثنين تمام طيب هل اخد الضلع هذا اللي طوله ثمانية يناظر هذا الضلع بشكل الثاني قسم ثمانية قسم ثمانية على اربعة جواب اثنين تمام استخد هذا الضلع مع هذا الضلع قسم اثنين على واحد يساوي اثنين خد هذا الضلع قسمه مع هذا بطلع برضو كمان معك ايش اثنين فاذا هون بتلاحظ انه كل ضلع اذا قسمته على الضلع المناظر له رح يعطيك نسبة ثابتة موجودة في كل ايش في كل الاضلاع فهون بكون ايش بكون الاضلاع المتناظرة متناسبة وعندها بنقدر نحكي عن الشكلين متشابهين عندها بنقدر محكي عن الشكلين متشابهين اتوقع اني الواضحة هي اول شغلة تشابه طيب ناخذ مثال بقولك اذا كان المثلثين متجاورين اذا كانوا متلثان بشكل متجاور متشابهان متشابهان اذا الشكيخ ضوله بحكي لك المثلثين انا عندي متشابهات هو بحكي لك انه متشابهات مدام متشابهات العاد عندك انت الاضلاع الزوايا الزوايا قياسات الزوايا متناظرة متساوية ولهم نفس الاطوال الاضلاع والنسبة نسبة اطوال الاضلاع المتناظرة متناسبة اللي هي شروط الحكي لها قبل شوي طيب هسا النسبة النسبة بين كل ضلعين متناظرين بدي عرف النسبة بين كل ضلعين متناظرين اذا جاءنا اخذنا في هذا الشكل اذا ان اقضنا في هذا الشكل اذا اخذنا هذا الشكل حسا هذا الضلع يناظر هذا الضلع فاذا بدأ العرف النسبة قسم وهو 10 010 على5 عشرة على خمسة يساوي ثين فاذا هذه هي شو النسبة عشان نحكي لك ان هذول المثلثين متشابهين لازم النسبة تكون ثابتة بالنسبة لكل الاضلاع المتناظرة معناته النسبة راح تكون دائما هي اثنين يعني راح يكون عندك بالنسبة للضلع الاول دائما ضعف الضلع الثاني في المضلع الثاني او في المثلث الثاني طيب معناته اذا طول بدي طول الضلعين دالها الضلعين دالها وهوا بدي اعرف هسا هنا انا على الحكي اللي حكينا بدي اعرف قديش طول الضلع اللي هو دالها ضلع دالها اللي هوها ضلع و بدي اعرف قديش دال واو طيب بما انه الشكلين متشابهين و النسبة ثابتة بين اضلاع و طلعن النسبة اللي هي اثنين فاكيد بدي يكون هذا الضلع ضعف هذا الضلع بدي يكون هذا الضلع ضعف هذا الضلع مدام هذا الضعفه يعني هذا يكون نصف دالها يعني هذا راح يكون ايش ثلاثة سنتين حيكون ثلاثة سنتين هذا الضلع راح يكون ثلاثة سنتين و بما انه هنا عندي ثمانية فهي ضعف ايش ضعف الاربعة سنتين ضعف الاربعة سنتين ضعف الاربعة سنتين طيب نسبة محيط المثلث الف باجيم الى المثلث دالهاواو نسبة المحيط في المثلث الف باجيم الى المثلث دالهاواو طيب اذا اخذنا احنا المثلث الف باجيم المحيط طبعه اللي هو مذنوع اطوال اضلاعه معناته هاد اللي هو ستة زائد ثمانية بديش اربعتاش اربعتاش زائد عشرة بديش اربعة وعشرين طيب المثلث الثاني ثلاثة زائد اربعة سبعة سبعة زائد خمسة اطناش هذا المثلث محيطه اربعة وعشرين وهذا المحيطه اثناش طيب نسبة المحيط الاول الى الثاني نسبة المحيط المثلث الاول المثلث الثاني اللي هو اربعة وعشرين على اثناش برضو يساوي اثنين اذا برضو كمان بتكون النسبة الثابت للاضلاع كمان نفس الاشي بتطلع من المحيط طيب طيب في عندنا هون هلا بدنا نشتغل على التدريب عندي تدريب رقم واحد طيب تدريب رقم واحد بقول التالي انه انا في عندي مستطيلين في عندي مستطيلين المستطيل الاول اللي هو سي صاد عين لام تمام تمام شوي طيب اه وفي عندك بقول لك كاف ميم مستطيل ثاني كاف ميم نون واو هل هما هذول الشكلين او المستطيلين متشابهان ام لا وبرر اجابة طيب اول اشي بما انه مستطيلين بما انه مستطيلين بالشكلين فزوايا المستطيل الداما قائمة زوايا قائمة Start طيب هل الأضلاع المتناظرة متناسبة؟ كيف نعرف؟ هل نستخدم الآلة الحاسبة؟ نستخدم الآلة الحاسبة نستخدم الآلة الحاسبة نستخدم الآلة الحاسبة نقسم الآلة الحاسبة نستخدم الآلة الحاسبة نستخدم الآلة الحاسبة نستخدم الآلة الحاسبة نستخدم الآلة الحاسبة سنكتب الآلة الحاسبة نستخدم الآلة الحاسبة كاف. ميم. نون. واو. هاذ بكون ايش الجواب. هاذ بكون الجواب. تمام? متوقع يعني بسيط الموضوع التشابه. طيب. راح محلي شوية امثلة. طيب. في عنا. في عنا مثال. المثال صفحة. مية وطمنتاش. يقول لك رسمت شادن. رسمت شادن. آآ. الواجهة الامامية لمدرستها. على لوحة من الكرتون. وكان الطول الذي يمثل ارتفاع المدرسة في الرسم اربع وشرين سانتي. فاذا علمت ان المدرسة مكمن من ثلاث طوابق. ارتفاع الواحد منها اربع متر. نجد معامل تشابه. معامل تشابه بين الرسم والاصل. بين الرسم والاصل معامل تشابه. تذكروا في التعريف كتبنا او حكينا عنه. معامل تشابه هو نسبة. نسبة الاطوال الى بعض. الاطوال الى بعض. طيب فهون شادن راحت رسمة. الواجهة. تابعة المدرسة. تمام. احسن. آآ. هاي الواجهة تابعة المدرسة. ارتفاع المدرسة. كان نمثل عندك اربعة وشرين. اربعة وشرين سانتي. اربعة. وعشرون سانتي. اربعة وعشرين سانتي. اذا هو ارتفاع. اذا كان الطول بمثل ارتفاع المدرسة اربعة وشرين سانتي. اذا المدرسة مكونة من ثلاثة طوابق. المدرسة مكونة من ثلاثة طوابق. اذا في الحقيقة والواقع. الحقيقة والواقع. المدرسة مكونة من ثلاثة طوابق. سنتخيل احنا هون هاي. نسمها. لو فرضنا ان هاي فعلا هي المدرسة. الواجهة الامامية. المدرسة. تمام. هذا مكونة من ثلاث طوابق. مكونة من ثلاث طوابق. هذا مثلا طابق. وهذا الطابق وهذا الطابق. مكون مثل طوابق. كل واحدة من هذول ارتفاعها ها قديش. في الواقع. اربعة متر. وهي اربعة متر. اربعة متر. اربعة متر. اربعة متر. اربعة متر. اربعة متر. اذا ارتفاع الواقع. او الفعلي. الواجهة. في المدرسة. هي اتناشر متر. طيب. لسا هون عندي انا. اربعة وعشرين سانتي. وهنا اتناش متر. ننستي건 المتر تصبح jackets. كل متر هم획inton ولا تصبح بارث متر لسانتي. كيف نعمل؟ نعمل كل متر إمامات مئة سانتي. كل متر مئة سانتي. اذا اكون اى 12 مترieni بأن اضربyl 12 في مية. بدي أضرب 12 بدي أضرب 12 و 100 بدي أضرب 12 12 12 ضرب 100 يساوي 1200 سانتي 1200 سانتي طيب 1200 سانتي بدي نشوف نسبة 1200 سانتي اللي هي هاي بدي نشوفها إلى 24 24 سانتي ما هي النسبة فالنسبة راح تكون اللي هو 1200 1200 تقسيم 24 ويساوي إذا اختصبنا هنا 24 مع 12 ويصفة عندك هنا واحد وهون اثنين يعني 100 100 على 22 ويساوي 50 على واحد معناته معناته نسبة الرسم الحقيقي إلى نسبة الطول الحقيقي وارتفاع العمارة وارتفاع الواجهة إلى الرسم تبع شادن هو 50 إلى 1 أو لو تخذها ممكن تخذها تقول 1 إلى 50 يعني رسمة شادن إلى الانتفاع الفعلي للعمارة هو 1 إلى 50 طيب فهون نقدر نحكي أنه معاملة تشابه بين الرسم والأصل هو 1 إلى 50 1 إلى 50 طيب هنا تدريب هنا تدريب طيب نروح للتدريب اللي بعده وهو تدريب الثمانية اثنين صفحة 119 طيب المثال بقول لك أنه أراد عماد تكبير أراد عماد تكبير صورته التي طولها 4 سنتي وعرضها 3 سنتي ليصبح طولها 20 سنتي كم سيكون عرض الصورة بعد التكبير مع المحافظ عشاء طيب نستفيدهم من خاصية التشابه ولازم يظل عندك النسبة بالأطلاع الثابتة طيب حكا لنا في عندي صورة عندي الصورة نرفض أنها هي الصورة ماشي الصورة اللي هي ثلاثة ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة سنتي اللي هو سوى صورة جديدة طولها 20 الصورة الجديدة هاي بتصير 20 طيب قداش النسبة بين هاي وهاي قسم أربعة على 20 يساوي واحد على خمسة طيب إذن هون بدأ تكون النسبة يعني بدك تضرب في خمسة تضرب في خمسة عشان تصير 24 النسبة واحد على خمسة بين هاي الصورة وصورة هذيك يعني خمسة عندك الثلاثة بدك برضو إيش برضو تضرب ها في خمسة بدك تضرب ها برضو في خمسة إذن راح تكون قديش 15 سانتي فالصورة الجديدة راح يكون طولها 20 سانتي وعرضها 15 سانتي طيب في عندنا المثال اللي بعدي يقول لك في عندي مثلث سين صاد عين لام مربع فيه سين صاد مربع بدن مربع فأكيد أطوال أطلعه متساوية صحيح طيب أحكي لك المنخاط قديش 4 سانتي فكل أطلع في 4 سانتي هذا خلس سمي سين صاد عين لام سين صاد عين لام في المربع الثاني المربع الثاني تمام مربع الثاني اسمه ألف ألف بادي مدال ألف بادي مدال طيب طيب برضو هنا أربعة سانتي طيب هل المربعان متشابهان هل المربعان متشابهان طيب مدام هذا أربعة فهذا أكيد رح يكون أربعة لأنه مربع وهذا أربعة وهذا أربعة وهذا أربعة وهذا أربعة إذن أربعة إذا أخذنا الأضلع المتناسبة المتناظرة هل هي متناسبة أربعة لأربعة يساوي واحد فاكيد متشابهان التكافؤ شو المقصود بالتكافؤ اذا كان الاثنين اعطوني نفس المساحة بكون الشكلين متكافئين طيب كديش الاولاني مساحته مساحة المربع مساحة المربع هي طول الضلع تربية مساحة المربع مساحة المربع تساوي الضلع تربية طيب اذا المربع الاول مساحته 16 سانتيبتر مربع والمربع الثاني بانه نفس الاثنين نفس المساحة فاقدر احكي انهم متكافئان فعندك هؤنا هذول المربعان متشابهان ومتكافئان هذا بالنسبة للدرس اليوم اتوقع عن الموضوع كثير بسيط ما بحتاج جهد اعطيكم العافية شباب موسيقى 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 شكرا